هو طبيعي جداً معزاً ونحن نكون في مراتب متأخرة بقطع النظر على الهيكل الذي قام بالتصنيف والهيكل اللي حطنا في المرتبة هذه يعني التجربة الواقعية في تونس تأكد لك أنه نحن في أسوأ الحالات في علاقة بحرية الصحافة ومناش نستنيه وفي حط هيكل أنه يصنف به تقول أنت عليش نحن في المرتبة هذه ثم الكثير من المؤشرات التي تبنى عليها المسئلة أولاً وطنياً من نجموش نحتفلو باليوم العالمي للصحافة ومحمد بغلب موجود في السجن من نجموش نحتفلو باليوم العالمي للصحافة والشاذب الحاجنبرغ ما زالت موجودة في السجن من نجموش نحتفلو باليوم العالمي للصحافة ومزالوا صحفيين القضايا متاعهم مفتوحة إلى الآن كما الزميل الخليفة كما الزميل غسان وعدد كبير من الصحفي من نجموش وطنياً نحتفل بهذا العيد ونحن أمام هذه المجزرة الحاصلة في القطاع الإعلام فأما بعض الأرقام اللي تأكد لك أنه نحن في أسوأ الحالات ما ليش نستنعوا في حتى طرف بشي قيم شوف السنة هذه من ماي 2023 إلى ماي 2024 هي السنة الملاحقات والمحاكمات للصحفية سنة 2021 عنا ثلاثة ملاحقات سنة 2022 عنا 19 ملاحقة سنة 2023 عنا 22 ملاحقة سنة 2024 عنا 18 ملاحقة قضائية للصحفيين في تونس والعدد ماشي يزيد بشكل كبير برش القضايا مش في قضايا حق عام مش في قضايا حق عام في قضايا تتعلق بممارسة المهنة الصحفية لهنا وصلنا المرحلة أخرى أن الصحفين يتحالوا على أكثر من نص قانوني وهم يأديوه في المهنة متاعه وهنا بش نقراه بعض الأرقام معز القضايا وفق مختلف النصوص القانونية عندك في قانون مكافحة الرهاب تم إحالة خمسة صحفيين وفق القانون هذي اللي هو يعتبر من أقوى القوانين ومن أكثر القوانين الزجرية واللي فيها عقوبة سجنية في تونس تحالوا عليه خمسة صحفيين في سنة فقط عندك المرسومة 54 اللي هو أصبح من أكثر النصوص القانونية المشهورة في تونس تحالوا عليه تسعة صحفيين فما بعض الناس اللي قالوا ليه رب صحفيين ما تحالوا وش على المرسومة دي تسعة صحفيين تحالوا عن مرسومة 54 وتحديدا يعني الفصل اللي نحكيه عليه كل يوم تقريبا الفصل 24 منه عندك المجلة الجزائية خمسة عشر صحفي تحالوا عليه عندك مجلة الاتصالات ثمانية صحفيين عندك قانون حماية المعطاية الشخصية زو الصحفيين تحالوا عليه شوف حجم الإحالات هذه ومختلف النصوص القانونية اللي صحفيين تقريبا حطموا كل الأرقام القياسية في علاقة بأنك أنت تحيلهم على مختلف النصوص القانونية الأحكام عندك أحكام سجنية في خمس حالات عندك يعني في تسعة وثلاثين مرة حكموا صحفيين بقوانين زجرية كبيرة برشة وعندك ميتين وحداش اعتداء على صحفيين في سنة فقط يذكر عندك ميتين وحداش اعتداء على صحفيين في سنة فقط بعد كيفاش مش تكون أنت في مراتب متقدمة بالنسبة لحرية الأعلام في العالم الكل أكيد بش تكون في مراتب متدنية جدا إذا كان نقرأوا بعض الأرقام الأخرى معني بش نلخصه فقط معز عندك ستة وخمسين مرة تم منع صحفيين من العمل في سنة فقط عندك ثلاثة وعشين مرة تم حجب المعلومة عندك أربعين مرة صارت مضايقة عندك ثلاثة احتجاز تعصفي عندك خمسة حذر إلكتروني عندك ستة رقبهم مسبقة وعندك أربعة صنصرة للمضمون الأعلام شفت الأرقام هذه تخليك أنت في أسوء الحالات في علاقة بحرية العلام فقط أنا بش نلخص ونخرج شوي من المعطى الرقمي هذا شوف موز الناس اللي تسمع فينا تنجمة تقول لك المسألة دي تحكيه على حرية الصحافة وكأنه مسألة حرية الصحافة تتعلق بالصحفين مسألة حرية الصحافة لا تتعلق بالصحفين فقط لأنه الصحفي في تونسك يتحصل على معلومة يتحصل على خبر أو عنده معطى مهم ما هزوش يا روح بيه الدار وروح ينشروا للعموم مسألة الحق في النفاذ للمعلومة المسألة دي تتعلق بالمواطن التونسي بشكل مباشر وقت الصحفي يعمل تحقيق معين يكشفه لبسات معين يكشف ملف فساد معين وقت الصحفي يتحصل على معلومة معينة تفيد المواطن بشكل مباشر نتعدّه من أنه نحكيه على حرية الصحافة في المربع الضيق متاعها أنه تعني الصحفين بشكل مباشر إلى أنه مسألة تعني المواطن مواطني اللي يسمع فينا تون مواطني لكل حرية الصحافة تعنيكم مباشرة في أدقة تفاصيل اليومية متاعكم وفي الخبز اليومي متاعكم